بيبدأ فيلمنا بشخص اسمه لاري وهو موجود في برنامج تلفزيوني واللي بيعلم فيه عن المنتجات اللي بيباع في شركة الأجهزة الكهربائية بتاعته فبيسأله المزيع انت زي بقيت غاني كده وعندك شركة كبيرة مع انك يعني كنت شغال حارس ليلة في المتحف فبيقوله انه قدر يجمع مبلغ كبير من شغله كحارس لحد بقى ما ربنا فتح عليه وقدر يفتح الشركة بتاعته وبعد ما بيخلص البرنامج بيروح لاري للمتحف اللي كان شغال فيه وبيتفاجئ لما مدير بيقوله ان المسؤولين قرروا ينقلوا كل التمثيل لمتحف واشنطن وهيجيبوا مكانهم أجهزة الوجرام حديثة عليها أشكالهم وده يعني عشان يطوروا من المتحف شويتين فبيتصدم لاري وبيفضل مستنى لوحده في المتحف لحد ما بييجي الليل وفجأة بينور لوح زهبي موجود في القسم الفرعوني وبيخلي التمثيل كلها بتتحرك وبيخرجوا من السنديق اللي هم فيها وبيطلع انهم عارفين لاري من أيام ما كان شغال حارس في المتحف فبيعرفوه انهم لو تنقلوا من المتحف مش هيقدروا يتحركوا ويرجعوا للحياة مرة تانية وده لان اللوح الزهبي هيفضل موجود هنا واللوح ده فيه قوة سحرية بتخليهم يتحركوا في المتحف بالليل بمجرد ما الساعة بتيجي 12 فبيحاول لاري يطمنهم وبيقولهم انه يكلم المسؤولين بكرة عشان يلغوا فكرة نقلهم ولكن للأسف تاني يوم بيتفاجئ ان في عربية شالت كل التماثيل وينقلوهم لمتحف واشنطن فبيرجع للبيت وبيحكي لابنه نيك على كل اللي حصل وفجأة بيتصل بيه تمثال صغير اسمه جايد وبيقوله ان القرد ديكستر سرق اللوح الزهبي وهم رايحين لمتحف واشنطن وبسبب كده كل التماثيل اللي في المتحف اتحركت ورجعت للحياة مرة تانية ومن ضمنهم تمثال لملك مصر شرير اسمه أكمن راع وعاوز يموتهم فبيروح لاري المتحف واشنطن وبيسأل مرشدة سيحية عن مكان التماثيل اللي لسه جاية جديدة فبتقوله انهم موجودين في المغزن التابع لقسم الأرشيف ومحدش بيدخل المغزن دوت غير الحراس وبس فبيروح لاري القسم الأرشيف وبيشوف بوابة حجرية من العصر الفرعوني مكتوب عليها بوابة العالم السفلي للملك أكمن راع وبياخد باله ان فيها مكان لللوح الزهبي ولما بيلمس البوابة بيجي حارس يتكلم معاه وبيقوله ان ممنوع حد يلمسها فبيشوف لاري معاه كارت بيفتح البواب وبيهزر معاه شوية وبعدها بيسرقوا منه من غير ما ياخد باله وبعد كده بيروح يفتح كل البواب بتاعت المغزن لحد ما بيدخل وبيدور على صحابه التماثيل فبيفتح صندوق كبير وبيلاقي فيه تمثال لخطبوت ولما بيرجعه لمكانه بيبدأ يتمشى في المغزن وبيلاقي تمثال الملك الشرير أكمن راع وهو واقف مع الجنود بتوعه وبيشاور على الصندوق معين فبيفتح الصندوق وبيلاقي جواس حابه التماثيل وبيتفاجئ ان اللوح الزهبي موجود مع الارد ديكستر فبيجيب رمح وبياخد اللوح وفجأة بيلاقيه بينور وبترجع التماثيل للحياة فبيشوفوا أكمن راع وبيأمروا يديلوا اللوح الزهبي وإلا هيقتله وبيعرفوا ان اللوح دوت يعتبر مفتاح لبوابة العالم السفلي اللي موجود في الأرشيف وهدفوا ان يفتح البوابة ديت عشان يخرج منها الجيش بتاعه اللي هيحتل بيه العالم فبيضطر لاري ساعتها انه يديله اللوح وبيقوله انه يعرف مكان سلاح قوي جدا موجود في المتحف هنا وبيعرض عليه انه هو يورهوله فبيتحمس أكمن راع وبيروح مع لاري بس بيطلع انه بيخدعه واخده للصندوق اللي فيه الأخطبوت وأول ما بيفتح الصندوق بيخرج الأخطبوت وبيعجي مع الجنود بتوع أكمن راع فبيستغل لاري الفرصة وبياخد اللوح الزهبي وبيهرب بسرعة من مكان وفي طريقه بيركمه تسيكل مع تمثال اسمه جورج عشان يهرب من مكان ولكن جورج بيتخبت وبيكمل لاري طريقه لحد ما بيقابل تمثال لوحدة اسمها إيميليا ودي تبقى أول سيدة تسوق طيارة في التاريخ فبتكرر انها تساعده في الهروب وبيطلعه القسم اللوحات الفنية وهناك بيتفجأه انه رسمات بتتحرك بسبب القوة السحرية بتاعة اللوح الزهبي وفجأة بيجي جنود أكمن راعة وبيهجموا عليهم فبيدخلوا اللوحة بتوصلهم لأمريكا سنة 1945 ولما بيشوفوا الجنود داخلين وراهم بيخرجوا من اللوحة بسرعة وبيقلبوها ناحية الحيطة عشان يمنعوهم من الخروج وفي نفس الوقت بيتفق أكمن راعة مع ثلاث تمثيل عشان يساعدوه في خطته الشريرة ويحكموا العالم وبيكون الثلاث تمثيل دول لشخصيات تاريخية شريرة جدا والشخصيات دي إيفان الروسي ونابوليون بونابارت وقالكابوني زعيم المافيا في أمريكا بنرجع بقى ثاني لاري وبيجري مع أميليا عشان يهربوا من المتحف وفجأة بيقبض عليهم نابليون وجنوده وبيسلموهم لأكمن راعة اللي بياخد منهم اللوح الزهبي وبيحطوا في بوابة العالم السفلي ولما بيكتب كلمة السر بتطلع غلط وبيتفاجئ ان فيه لغزة على اللوحة لازم يحله عشان يعرف كلمة السر فبياخد تمثال جايد الصغير وبيحطه في ساعة رملية وبعدها بيد اللوح لراري وبيقوله قدامك ساعة واحدة بس تحللي فيها اللغز وتجيب لي كلمة السر وإلا صاحبك جايد هيدفن في الرمل وهيموت وبيعرفه كمان انه حابس صحابه التمثيل فطبعا بيضطر لاري انه يوافق وبيروح هو وإميليا عن دراس تمثال بيعرف يقرأ اللغة الهيرغليفية وبيطلب من التمثال انه يقرأ اللغز اللي موجود على اللوح فبيقوله ان اللوح مكتوب عليه السر في ضريح الفرعون وبيكون مش فاهم المقصود بالكلام دوت فبيستغرب لاري وبيكون مش فاهمه وكمان وبعد تفكير طويل بيقرر يروح لتمثال أينشتاين في قسم الفلك عشان يخليه حل اللغز وقتها بيشوفه أكمن راعه وبيكون فاكره بيهرب فبيبعت رجالته وراه عشان يمسكوه فبيشوفهم لاري وبيستخبه هو وإميليا وراه تمثال كبير لرئيس أمريكي اسمه إبراهام لينكون وبعدها بيروح لقسم الفلك وبيتفاجئ ان التمثيل اللي هناك بيشغلوا صاروخ عشان يطير في الفضاء فبيلحق يوقف الصاروخ في آخر لحظة وبيروح يتكلم مع مجموعة تمثيل صغيرة للعالم أينشتاين وبيطلب منهم انهم يحلوا اللغز وفعلا بيحلوه وبيعرفوه كلمة السر وفجأة بيلاقوا رجالة أكمن راع جايين يمسكوه فبياخد إميليا وبيطلعوا يجروا لحد ما بيركبوا طيارة وبيقطحموا المكان اللي موجود فيه أكمن راع فبتكرر إميليا انها تروح تحرر التمثيل صحاب لاري ووقتها بقى بيتكلم معاه أكمن راع وبيهدد انه هيخلص على صاحبه جايد لو ما قالوش كلمة السر بتاعة اللوح الزهبي وقبل ما يكمل كلامه بيجي رجالته ومعاهم تمثال أينشتاين وساعتها بيطر انه يقول لهم كلمة السر فبياخد أكمن راع اللوح الزهبي من لاري وبيحطه في بوابة العالم السفلي وأول ما بيكتب كلمة السر بتتفتح البوابة وبيخرج منها الكيش بتاعه فبيأمرهم يخلصوا على لاري عشان يبدأ خطته في السيطرة على العالم ولكن فجأة بيدخل تمثال لينكل العملاق وبيضربهم كلهم بإيد واحدة فبيترعبوا منه وبيدخلوا للبوابة مرة تانية لأن خطته فشلت فبيأمر بقي رجالته انهم يخلصوا على لاري بس بيتفاجوا ان اميليا حررت صحابه وجايين عشان ينقذوه فبيهجموا عليهم وبتقوم مع رقمة بينهم وبيروح تمثال صغير عشان يحرر جايد من الساعة الرملية قبل ما يتدفن فيها ووقتها بيشاور لاري لاميليا عشان تجيب اللوح الزهبي وفعلا بتجيبه وبتدهوله عشان يهرب من المتحف فبيلاقي تنم رجالة اكمن راعه قدامه وبيأمروه انهم يسلمهم اللوح فبيوقعهم في بعض وبيسألهم مين فيهم القائد عشان يسلمهم اللوح ولما بيتخنقوا مع بعض بيستغل لاري الفرصة وبيهرب منهم ولكن اكمن راعه بيمنعه وبيتخنقوا هما الاتنين فبيحدف لاري اللوح لاميليا وبيطلب منها انها تفتح بوابة العالم السفل بسرعة واول ما بتفتحها بيرمي فيها اكمن راعه وبيقفلها وبيكون كل التماثيل مبسوطين عشان قدر اخيرا انه يتخلص منه فبيقولهم لاري ان فاضل ساعة واحدة بس على شروق الشمس ولازم يرجعهم بسرعة للمتحف القديم اللي كانوا فيه قبل ما يتجمدوا وده لان مفعول السحر بتاع اللوح الزهبي بيخلص بمجرد ما بتطلع الشمس فبيطلب من ايميليا توصلهم بالطيارة للمتحف بسرعة وفعلا بتوصلهم وبيدخلوا للمتحف وساعتها بيشكرها لاري وبيودعها قبل ما تمشي وبيبان كده انه معجب بيها وبيحبها وتاني يوم بتتكلم كل وسائل الاعلام عن المتحف وبيقولوا انه حصل فيه تطوير وبيطلع ان لاري راجع حارس ليلي مرة تانية للمتحف وتبرع بكل فلوسه للمتحف عشان يخلي المسؤولين يسيبوا التماثيل زي ما هي وساعتها بيشوف الزوار التماثيل وهم بيتحركوا وبيفتكروا ان التماثيل بشر حقيقيين وان ده مجرد تطوير تابع المتحف وفي اللحظة دية بيشوف لاري واحدة شبه ايميليا بالزبط وبيتعرف عليها وبعدها بياخدها وبيتمشوا شوية في المتحف وبيخلص الفيلم ياريب بقى لو عجبك تقدر مجهودنا وتعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للشانل ومتنساش تتابعنا كمان على فيسبوك وإنستجرام وتيك توك واشوفكم بقى على خير في فيلم تاني مع السلامة